نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية توغل كبير نسبياً داخل قطاع غزة في عملية وصفت بأنها أكبر من تلك التي نفذت في السابق وزعم جيش الاحتلال أن قواته نفذت عملية محددة الهدف بدبابات في شمال قطاع غزة في إطار التحضيرات للمراحل المغملة لم يكتف الاحتلال الإسرائيلي بالغارات على قطاع غزة والتي أوقعت آلاف الشهداء والمصابين طيل تلاشين يوماً الماضية وإنما يحاول الاحتلال الإسرائيلي من وقت لآخر تنفيذ بعض التوغلات البرية في شمال القطاع كان آخرها ما قام به ليلة أمس قبل أن ينسحب ويتراجع وزعم بيان لجيش الاحتلال أن التوغل تم استعداداً لمراحل قتالية تالية في إشارة محتملة لغزو واسع النطاق طالما هدد به المسؤولون الإسرائيليون منذ بداية عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الجاري كما جاء التوغل بعد إعلان رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو أن جيش الاحتلال يستعد لدخول بري إلى قطاع غزة في غضون ذلك يواصل الجيش الإسرائيلي قصفاه المركز على قطاع غزة المحاصر إذ شنت طائرات ومدفعية الاحتلال سلسلة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة حيث استهدفت طائرات الاحتلال مشروع بيت لاهيا شمال غزة بعدة صواريخ وكذلك محيط مسجد الهدى مقابل مدينة الشيخ زايد كما شنت قوات الاحتلال غارات في منطقة الشيخ ردوان بمدينة غزة إضافة إلى غارات في حي النصر غرب المدينة جنوباً واصل الاحتلال وقصف منازل المدنيين في مدينة خان يونس كما قصف الطائرات الاحتلال منازل أخرى في مدينة رفح جنوب القطاع مما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين